السلام عليكم كيف انتم لبس عليكم بخير نتمنىكم تكونوا كمين بخير وعلى خير ان شاء الله معكم ايمان من قناة شهيوات مع ايمان صليوا لان بكيفما العداع نبدأ الفيديو اليوم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين الاقتراح اللي غد نتقسم معكم اليوم غد يكونوا عادة صندويتشات اللي كتشاهدوا معايا صندويتشات اللي غد نحضرهم بدون عجن بدون دالك بوح طريقة رائعة جدا اكيد ان شاء الله غد يتعجبكم كي جي واح صندويتشات كي دبوف الفوم بوح الحشواء اللي احتيا جت لديدة لديدة بزاف من زدش نطول عليكم كتر دزوا مباشرة نشوفوا المقادر وطريقة تحضير وكيفما العدافرجة ممتعة بسم الله على وركة الله بما اننا ما غد نحتاجوش نحضروا العجينة فمباشرة غد يمضبط حضير الحشواء معكم خديت المقلة ديلي عفون فقنار متوسطة عمت فيها كمية من زيت الزيتون عندي بصلة كبيرة اللي قطعت صغيرة عندي واحد حبة ديلي الفلفل احمر اللي قطعته صغير اذا ما توفرتوش على اي مكوين مثلا فلفل ما توفرتوش عليه استغنوا عليه وغد نضيف كذلك اخواتي واحد حبة ديال البدنجان بودنجان اللي حيطلو القشر دياله قطعتو مربعات صغارين بحل هات الشكل هادا وغد نضيفو الحشوة ديالي اذا احتهو ما توفرتوشي عليه تقدروا تستغنوا عليها او لا تستبلوه بالقرع الخضراء القرع الاخضر او الكوسة اي الكوغجيت تحكوها وتضيفو الحشوة ديالكم تقدروا تستعملوا الجزر خزو احتهو تحكوه اي حاجات تقدروا تستعملوها او لا اذا ما توفرتوشي ما كيعجبكم الشيشي نوع ديال الخضراء تقدروا تستغنوا علي غير انا كنضمن لكم اخواتي بالخصوص انا اكيدا لا للكم ولا الاطفال ديالكم ما غادي يحسوشي به تماما ما كيجيش يباين مره وكيجي لديد بزاف ضيفت الملح كيف ما شاهدتو معايا غادي نغطي على المقلة ديالي نخلي هاد الخضراء على نار لي هي متوسطة بش ديك البدنجان او البودنجان يهبط معايا ويدخلو الطياب وكذلك الحبة ديال الفلفل هو من الليك يدخلو الطياب كيدوب تماما كيف ما كتشاهدو معايا ما كيبقوش القطع ديالو مره بينين من بعد ضيفتو الكمية من صدر الدجاج تقدروا تستبدلوا صدر الدجاج بالكفتة اي اللحم المفروم احتى هيك الجيم زيانة او لا تستبدلوا اللحم بعلبتين ديال الطون اي التونات حيدروا من الزيت ديالو وتضيفهم لحشوة ديالكم انا كيد ما اذكرت معاكم استعمتو الكمية بسيطة من صدر الدجاج اللي قطعتو مربعات صغارين بالنسبة للتوابل استعمت لي بزار اي الفلفل الاسود شوية ديال سكينجبير اي زنجبيل وغادي نستعمل كدالك وحي الكميه بسيطة ديال الخرقهم اي الكوركم. Mustafa اي رب Bunfield top ساعدام الأماكن اخواتي استعمل من النوم واحد ملعقة الصغيرة وغادينضيف شوية ديال فلفل احمر الحار ليكيبقى اختيار يتقدروا طبعا تستغنوا عليها عندي هنا يا بودرة ديال الطوم استعمت واحد واس ملعقة صغيرة وإذا ما توفرتوا شيئا على بودرة ذيال ataوم استبدلوها بحلفاص ديال التوم حكواه وقليوا شوية مع الخدرة ديالكم في الول ملعقة كبيرة من صوص طمات الجاهزة كي تعلق لها الحشوه وتعطيني لون مزيون فيها تستغنو عليها تستبلوها مثلا بقطعتين جوج ديال القطع ديال جبن متلاتات حتى هو من اللي يدوب يعلق الحشوه و يجمعه سافي خليت الحشوه ديالي حتى تبدك صدر الدجاج على نار وهي متوسطه حتى كتنشفه كتتوقفي يعني هال الحشوه بحال هيدا كتجي معلك اخواتي كتجي لديدة لديدة بزاف جربوا انا اكيدا غدي تعجبكم تقدروا تضيفوا اي اضافات مثلا زيتون تقطعوها صغير الفطر المعلب الثرى المعلبة اللي بغيتوا تقدروا تضيفوه مع الحشوه ديالكم بالنسبة اللي عاجينة هدي تكون عبارة عن فيلو او لمصة فيلو اللي تقدروا طبعا هاد الورقة ديال فيلو تقدروا طبعا تستبلوها بالورقة ديال البستيلة ورقة ديال الديول فحال فحال اخواتي اللي عندكم هادي او لا الورقة ديال البستيلة تهيا كتجي مزيانة بالنسبة ان الطريقة خديت ورقة جوج ديال الورقات اللي غدي اندهنوا مزيان بالزيت يعني بالورقة وورقة كندهن بالزيت او لا بالزبدة اللي بغيتوا انا استعمت غير الزيت هاد المرة طبعا تكون بردة وش ما تقطع لكم شي الورقة ديال لكم هنا كنستسمح على الصورة مردت شي البل تماما هاد سطوري او لا هاد هاد السطارة الوقت يلا المطبخ كنك يحرقو لي الريح ما كنتها حل الطاقة ومردت له شي البل مرة وفا كان شوية كي يبن في الصورة معاكم مهم هنا الحشوة كنشكل على شكل مستطيل بحل هاد الشكل هادا بالنسبة الحشوة كيف ما اذكرت معاكم استعملوا اي حشوة انا استعملتها بالدجج بهذا الطريقة تقدروا تستبتلوا اي حشوة بغيتوها انتوما صافي كندهن حساديك الحشات شوية بالزيت وغدي مدلوي على شكل مستطيل بحل هاد الشكل هادا صافي هادا طريفة غدي نحيدة ديال الورقة وغدي نعملها في السينيال اللي غدي نطيف فيها في الفرن تقدروا تطيبهم اخواتي في المقلة كيف ما تقدروا تطيبهم في الفرن انا غدي نطيبهم في الفرن لاناني بقى غدي نزيد نزيل لوم الواجه ديالهم هانتوما غدي تشاهدوا معايا لذلك يعني فضلت اناني هاد المرة نطيبهم في الفرن جو رائعين بالخصوص بل يعني لطريقة اللي غدي نزيد لوم او لتزين اللي غدي نزيد لوم على الوجه ديالهم جو اي واحد غدي تناولوا معندكم ما غي حشي بانهم حضرين بالورقة وفي نفس الوقت من اللي تكونوا كتاكلون كي دبوا في الفوم غدي نستمر معاكم اخواتي بنفس الطريقة كنناخد جوج ديال الورقات كندهنوا مزيئا بالزيت وغدي نوضع الحشوة ديالي على شكل مستطيل تقدرو اضيفوا فوق الحشوة شوية ديال الجبن المبشور اي دا بغيتو انا الجبن غدي نخلي حتى الاخر حتى نزيد لوم الوجه ديالهم به في الطريقة اللي مضح لكم السورة سهلين اخواتي هادو يعني غدي نفعكم بزاف بالخصوص للعشاء شي حاجة سهلة سريعة تحضروا غير الحشوة وبالنسبة لتشكيل ديالهم فانتو وكت تشاهدوا معايا الطريقة دير التحضير ديالهم ولا اسهل ولا اسرع بسرعة يتحضروا معايا بالنسبة للخطوة اللي غدي نضيف دا بك اذا ما اذكرت معاكم بغيتو تستعملوها فهي يعني جات رائعة مع هاد الفطائر وبدلاتهم شوية يعني ما جوشي بيني مرة بانهم محضرين بالورقة يعني ملي غدي نضيف لهم هاد الاضافة ما غدي جوشي للطبقة الفقنية مقرمشة من تحت كي جو مقرمشين ولكن الطبقة الفقنية كتجي هيدا عمر بالجبن وجدت كدو في الفم هنين أخوتي استعملو جبن كريمي مع شوية ديال الهريسة اي السلسل حره تقدرو تستبدلو هاد الجبن كريمي بمايونيز مع الكيتشوب اذا اضعوا الدهن والميونيز انا كنتستعمل هذا الجبن مع هاد الهريسة او يستعملو غير الجبن بوحدته مع الكيتشوب لكي تساق على هاد الخلطة ويقومون هذه الجبن بفاتر سوف يدهل لوم الواجهة بشكل هذا كنت اتقسمت معكم فتائر بحل هاد الشكل و لكنه ليس بالورقة بالعجينة فهذا المرة كيف ما اعرفوه ده الصيف والحرارة و كم بغيبش نبقى واقفين بزاف في المطبخ كم بغيبش حاجه سهل سريعا لديه دغيان تسهل علينا كم اجيب لكم هاد اقتراحات اللي انتمنا يكونوا امكانين ينالوا الاعجاب ديركم والاستحسن ديركم الآن سوف ينسى مرح تنسى ليهم كامل من بعد سوف ينزيد نزيل لوم الوجه ديالهم بحال هاد الشكل هادا منو غادي يعطيهم واحد تحميرا مزيونة و في نفس الوقت كياتين هذي التعليكة اللي كتكون في جوب الموداريلا سوف ينزيل لوم الوجه ديالهم مزيان و هادي نزيد نزيل لوم عندينا شوية ديال الزيتون الاخضر اللي قطعته رقيق شوية ديال الزيتون كحال زيتون الاسود و شوية ديال الفلف الحمراء اللي قطعته صغيرة غير كنوع من التزيون و صفي اخواتي تقدروا و اضيفو غير الجوب الملكي تحمر حتى واكي جنزيون او لا ساعملوا حتى انتموات تحضروا بحال هالطريقة اللي جاو رائعين اخواتي غادي نزيل لوم الوجه ديالهم زيان تقدرو اضيفو حتى البصل تقطعوها رقيق مرا تزينو بها هادا الفطائر ديالكم الدورة المعلبة حتى هي تقدروا تزينو بها اللي بغيتون صفي اخواتي بعد ما ساليت غادي ندخلو ميطيبو الفرن اخواتي شاعلتو من قبل يسخون على درجة حرارة ميتين درجة غادي نوضع السينية ديال الفرن ديالي في الوسط ديال الفرن فلو والاخواتي كانت טובهم غير من الاسفل من اللي كانوا يسخون لدرجة 50 درجة ولكن من اللي كان دخلهم يطيبو كان نهبطوا من درجة الحرارة او كان نقصوا من درجة الحرارة 180 درجة وكان خليهم يطيبوا 1-5 ديال تبقى غير من الاسفل عاد من بعد كان زيدوا ونشعلوا من النار من الاعلى اذا كانت عندكم المروحة يستحسن اذا ما كانت شي ماشي مشكلة غدي تشعلوا الفرن ديركم حتى من الفق وتخليهم يتحمروا ويتقرمشوا على خطرهم درجة الحرارة اخواتي 180 درجة بجدك الورقة تقرمش معكم على خطرة حتى يكون هذا الشكل نهائي ديالهم بعد ما خررهم من الفرن وضعتهم في طبق ديال التقديم ما شاء الله جو كبار اتمنى السؤال تكون لديكم واضحة يعني كل واحد غدي ياخد وحيدة ديالوش باعية وكيجوه انتوما كيجو كيدو في الفن الورقة من اسفل كتجي مقرمشة ولكن من الاعلى ديالا من اللي غطيناها بديك الطبقة ديالجو من جا ترطي طبق باش يعني اللي تكونو كتناولو ما كيجوشي بينين غير الورقة يعني كنبدلو شوية على الفطائر ديال الورقة العاديين فكنتمنى يا ربي الاقتراح الفيديو اليومي كنالاعجاب ديالكم الاستحسان ديالكم احبكم في الله والى الفيديو القادم ان شاء الله صالوا لي فرسكم بثاف وبسلامه اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة